موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله نكمل مع بعض حل تدريبات unit 10 الوحدة العشرة للصف الثاني لعددي listen 4 نكمل الكلمة يمكنك استخدام كلمة تستخدم الكلمة نوع 1 famous فمس يعني مشهور فمس يعني مشهور معروف طبعا unknown يعني غير معروف unknown غير معروف unknown يبقى number one لتر D نمبر دو perfect بيرفكت يعني مثالي جودة عالية ممتاز بيرفكت العكس بتاحل باد يعني سيء باد يبقى number two هتبقى number two هتبقى number three protect protect يعني يحمي protect يعني ايه؟ يحمي opposite damage عكس بتاحه ايه؟ damage يعني ضمر يتلف soft soft يعني ناعم soft يعني ايه؟ ناعم opposite hard hard يعني خشن hard يعني ايه؟ خشن أو صلب كده بقى نشوف exercise number two complete the article with these words هنكمل المقال دوت بالكلمات الموجودة عنده chemicals chemicals crop industrial industry صناعة luxury luxury حاجة فخمة حاجة فخامة perfect perfect يعني مثالي ممتاز زوجودة عالية picked picked يعني يجمع او يلطقت حاجة soft soft يعني ناعم is bamboo is bamboo bamboo ده نبات موجود في الصين is bamboo the new cotton هل البامبو ده هيبقى القطن الجديد؟ فنشوف مع بعض المقالة كده بعض الناس some people are starting to use بدأت تستخدم plant a plant يعني نبات cold يسمى او يدعى bamboo instead of cotton بدل من الايه القطن اللو القطن to make clothes عشان يعملوا منه الملابس the plant النبات دوت is an important crop يعني ده محصول هام in china china الصين where is the bamboo where is the bamboo where is the bamboo where is the bamboo industry industry يعني صناعة makes a lot of money يعني بيقول البامبو ده عبارة عبارة عن صناعة بتجلب اموال كتير يبقى هنا number two هتبقى industry يعني صناعة يبقى هنا دي هتبقى number two however ومع ذلك although bamboo grows very quickly grows يعني بيانمو very quickly سريعا جدا it's not a a plant رقم ان هو بيانمو بسرعة وكل حاجة بس ايه الحاجة بقى بالنسبة للنبات دوت it isn't a perfect plant perfect بلانت يعني مزو جودة عالية يبقى هنا number three هتبقى perfect بيرفكت بيرفكت يبقى دي هتبقى number three بيرفكت يعني مش ممتاز مزو كفاءة عالية after the bamboo بعد البامبو is picket بعد ما بيجمع نبات البامبو ده picket اهي دي هتبقى picket ده هتبقى number four picket يعني بعد ما بيجمع النبات دوت people often use اغلب الناس بيستخدموه بيستخدموه يبقى before they can use to make close يبقى نقولي هنا يبقى number five هتبقى chemicals chemicals اللي هي المواد الكيميائي يعني chemicals بيضيفوا على النبات دوت مادة كيميائي يضيفوا عليه ايه مواد كيميائي يبقى number five هتبقى chemicals يبقى اكتب chemicals هنا اكتب هنا chemicals اه بعد كده بيقول لي these are bad for nature ده سيء bad يعني سيء for nature للطبيعة also also ايضا the material المادة ديت made from bamboo المادة اللي بتصنع من البامبو is not very is not very is not very is not very soft is not very soft as a result as a result it is not used for and is not used for expensive and closed he is not used for it is not used for the luxury between luxury is why the luxury is not very luxury و للبس يجوده جودة أو فخم يبقى النبات أو العملات من قطن لا يستخدم من الملابس التي يجبونها الغالية أو الفخمة Which are usually made from cotton مثل أغلبة الملابس تتصنع من القطن يبقى القطن ده جودته اعلى من حكاية اللي عمله من البامبو قطن يصنع منه ملابس هنحل دلوقتي الاسئلة اللي هي على المقال بقول لي read and article again and answer the question number one why why يعني لماذا why is bamboo ليه نبات البامبو ده an important crop crop يعني ليه هو محصول هام for china للصين طبعا هو مجاوب عنه من الإجابة في الكتابات بقول it makes a lot of money it makes a lot of money يعني بيحقق فلوس كتير number two why why is bamboo ليه نبات البامبو not a perfect plant ليه هو نبات مزو كفاءة عالية there are two reasons يعني قدي سبابين اتنين bamboo material is not very soft يعني المادة بتاعت البامبو is not very soft يعني مش نعمة جد مش نعمة اه ممكن اقول بقى people often اغلب الناس often use chemicals بيستخدوم مواد كيميائوية before they can use it قبل ما بايه ما بيستخدموه number three why is cotton ليه القطن not bamboo used for luxury clothes ليه القطن هو اللي بيستخدم بالنسبة لملابس الفخمة او الملابس الغالية ليه القطن هو اللي بيستخدموه because cotton لان القطن is softer than bamboo لانه اكثر نعومة من البامبو number four would you like to buy clothes made from bamboo هل انت بتحب الملابس المصنوعة من البامبو why why not I think i wouldn't انا يعني من رأيي ان انا i wouldn't like to buy it انا من رأيي ان انا مابفضلش الايه الملابس اللي بيستخدموا من البامبو because ممكن اقول مثلا السبب لأن المادة الخامة ليست جودة عالية ماتش توميك فريز سنوصل عشان نعمل عبارة انشانت ايجيبت انشانت ايجيبت يعني مصر القديمة انشانت ايجيبت يبقى نمبر اوان هتبقى سي نمبر اوان هتبقى يقول خالق الأمدار B Aquat lake kalz Lives Black Women Balbo raw الديالوج بالكلمات اللي موجودة عندي شوب كيبر شوب كيبر اللي هو البائع اللي موجود في المحل بقول له hello can I help you ممكن اساعدك أيمن قال له hi yes I am looking for يعني انا بدور او ببحث على ايه a jacket for من اجل ايه a special occasion special occasion مناسبة خاصة my cousin ابن عمي او ابن خالتي is getting married next week يعني getting married يعني هيتجوز next week week يعني اسبوع الاسبوع القادم شوب كيبر قال له that's nice ده حاجة جميلة what type ايه النوع بقى اللي انت what type of jacket ايه النوع اللي انت عايزه jacket would you like اللي انت تحبه قال له i'd like sometimes انا احيان بحب ايه بقى loss اللي هو الفوتفاض واسع شوية but smart شوب كيبر قال له we have this black jacket يقول له ايه black jacket في الجاكت لاصمار دوت or that او ذلك red او اللي موجود او اللونه احمر دوت one in the window اللي موجود مثلا في الرف دوت او في الشباك ايمن قال له they are both nice يعني كلاهما both يعني كلاهما nice يعني could i try ممكن بقى اقرب try يعني اقرب could i try on the blue one ممكن اقرب اللي هو الجاكت اللي هو الجاكت اللي هو البلو الأزرق فهنا one بدل ما عود اقرر كلمة جاكت هي جاكت مفرد فاستخدمت one شوب الكبر قال له of course بالتأكيد the changing room is there changing room اللي هي غرفة تغيير الملابس ايمن قال له what do you think ايه رأيك does it fit does it fit هل ده مناسب ولا لا لائق fit شوب كبر قال له it's a bit big يعني هو الحد ما كبير شوي i have a smaller one i have a smaller one you can try on يعني انا في واحد اصغر منه سنة ممكن تجربه ايمن قال له thank you yes this one fits perfectly يعني هو ده فعلا ده لائق بالنسبة لي i'll take it i'll take it هنا ابوستروف ده بالقل معناها will take it يعني انا هاخذ ايه هاخذ الجاكت ده شوب كبر قال له good فكرة writing بقول له write a paragraph of about 90 words تسعين كلمة about بخصوص او عن special occasion عن مناسبة خاصة you are going too soon يعني انت هتروح مناسبة خاصة فاكتب عن المناسبة الخاصة اللي انت هايز تروح special occasion نشوف مع بعض براجراف بيتكلم عن مناسبة خاصة ده البراجراف اللي هيتكلم عن المناسبة الخاصة special occasion you are going to واحد بقول i am going to a special occasion i am going to يعني سوفة انا هروح مناسبة خاصة special occasion next week next week يعني اسبوع القاضي my friend's sister is getting married هتتجوز getting married next Sunday next Sunday يعني الحد القادم he he invited me he invited me يعني هو دعاني to the wedding wedding يعني حفل زفاف it will be a big party big party يعني حفلة كبيرة it will be at a big hotel يعني هي هتكون فين في فندق كبير hotel يعني فندق unfortunately لسوق الحظ i don't have يعني انا ما عنديش i don't have something شيء ما new to wear انا ما عنديش حاجة جديدة البسة المناسبة دي i want to look smart in the party i want to يعني انا عايز look smart look smart يعني ابدو انيك in the party في الحفل i will go to a close shop close shop يعني محل ملابس انا هروح ايه محل بتاع ملابس tomorrow غدا i will buy a jacket i will buy a jacket انا هشتري jacket i saw يعني انا شفته i saw it in its window last week يعني انا شفت الجاكت دوت في باترينا في محل last week last week يعني الاسبوع الماضي i will buy a new pair of shoes وبرضو عايز ارتدي ايه pair of shoes يعني حزاء two ايضا i like black يعني انا حابب الحزاء ده يكون black اصمر leather جلد طبيعي shoes حزاء i think انا اعتقد i think this items will be perfect يعني انا اعتقد الحاجة ديها تبقى مناسبة perfect for this occasion للمناسبة دي هنا بقى مطلوب مني ان انا اه الكلمات اللي في التابل دي ان انا قسمها هنا طبعا adjective adjective يعني صفة material material اللي هي المادة الخام object يعني شيء طيب هنا adjective adjective اللي هي الصفة زي call old fantastic stripe stripe يعني مخطط او مقلم useful يعني مفيد طبعا فانتاستيك يعني رائع جميل نسبة material material للمواد الخام leather leather لول جلد linen لول كتان metal متل معدن plastic لول بلاستيك wooden يعني خشبي object 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 زي handbag handbag اللي هي شنطة الإيد tall يعني معدة او حجة من العدة chest of drawers chest of drawers اللي هو دولاب البيئة في ادراج صغيرة كده jacket اللي هو jacket headphones headphones اللي هي السماعات هنا هنتكلم على اعلان واحد عامل اعلان وهو بيبيع حاجة فهنشوف هو بيبيع ايه فبول i am selling يعني انا ببيع اكل old wooden اكل يعني انا ببيع حاجة رائعة old wooden عبارة عن اه حاجة دي خشبية و قديمة اه wooden يعني خشبي حاجة دي مصنوع من خشب اه it was made يعني مصنوعة اه 1910 كانت في سنة كام 1910 for my great grandfather grandfather اللي هو الجد بقى ده ابو الجد its large its large يعني كبيرة او واسعة and perfect and perfect و مناسبة او جيدة ليه بقى for keeping things in يعني تعرف تشيل فيها حاجة او تحافظ على حاجة فيها but ولكن we have moved house احنا بقى انتقلنا لبيت and our new home والبيت بتاعنا الجديد new home والبيت بتاعنا الجديد is too small يعني صغير جدا لبيت اللي احنا انتقلنا فيه مساحته صغيرة for it if you are interested لو انت بقى مهتم بالحاجة دي email me and we can discuss the price يعني ممكن احنا تبعتلي الايميل بتاعك واحنا نناقش مثلا او نتكلم في الايه في السعر طبعا من ضمن الحاجات دي طبعا من ضمن الحاجات دي طبعا بقولك بقى ايه هنشوفها في exercise 1 ايه الحاجة اللي هو بيباح طبعا الاشياء موجودة عندها هل هي handy bag tall chest of drawers chest of drawers اللي هي خزانة خزانة ذات ادراج اللي هي ذات دلاب صغير فيه ادراج كده ولا jacket ولا headphones طبعا هي اقرب حاجة لها chest of drawers chest of drawers يبقى الحاجة اللي هو بيباحها هي دي نقرى بقى العنوان دوت بقولي read and correct the underline words in this advert advert يعني اعلان advert يعني اعلان اه فهنا بيقولي would you like to هل انت حابب لو انت حابب انك انت تشتري بقى to buy دي مش buy بقى تبقى buy يعني اشتري طبعا معمولة هنا هي a really useful tool useful tool tool يعني معدة او اداة حاجة من الادوات مثلا اليها اليدوية useful يعني مفيد i am selling i am selling a nice strong يعني هي حاجة جيدة و strong قوية بدل وانس بقى تبقى one بدل وانس هتبقى one بدل وانس هتبقى one لان انا بكلم على معدة واحدة بس او اداة واحدة يبقى دي هتبقى بدل وانس هتبقى one يبقى شيل الاس دي that you can use in the garden يعني انت بتستخدمه في الايه؟ في الجاردن في الجاردن ليه الايه؟ لحضيكة it's made of metal مصنوعة من المتل من المعدن with wool soft طبعا تبقى wood بدل الل دي هتبقى دية تبقى wood وود مصنوعة من المعدن والخشب مثلا الفاس مثلا مثلا ممكن يكون مقصود بها فاس يبقى أو crack يا حاجة من الادوات الزراعية يبقى wool دي هتبقى wood it's perfect for people يعني هي رائعة او مناسبة او جيدة للايه للناس who want to grow vegetables grow vegetables اللي هم يزرعوا ايه؟ خضروات and the price price اللي هو السعر is not نقول is not expensive والسعر مش غالي it's very cheap ده السعر مسلا نرخيص خالص email me if you aren't interested يعني بعتلي emailك لو انت ايه؟ مهتم يبقى بدل يبقى تبقى number five number four هتبقى expensive يبقى كده دي بقت buy one wood يعني خشب expensive يعني غالي هنا بقى بقولي find an english advert 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 يعني اعلان online and answer the question هنعمل عنوان هنعمل اعلان هنعمل اعلان عن حاجة احنا عايزين نبيحها فنشوف دلوقتي مع بعض an advert اعلان for a mobile phone mobile phone عن تليفون اعلان عن ايه؟ عن تليفون you want to sell i am طبعا قلنا البراجراف بنسمى مكان لكلمة هو فبقول i am selling a mobile phone يعني انا ببيع تليفون mobile phone it's new ده جديد i didn't use it انا مش بستخدمه it's a present it's a present يعني ده كان هدية for my birthday ده كان هدية في عيد ميلادي but ولكن i already have one that's a present i have one that is the same نفس التليفون ده عندي برضه it's very modern it's very modern يعني ده حديث جدا it's black يعني لونه اسمر with a large touch screen it can go on the internet يعني من خلال التليفون ممكن تستخدم تخش على الانترنت it has got an mp3 player ممكن تسمع الموسيقى وتشاهد في فيديوهات ممكن تسجل عليه او تخزن عليه اكتر من 3000 رقم يوجد كاميرا جميلة ممكن تلتقط بصور كتير مناسب او رائع بالنسبة للعمل تستخدمه للشغل تستخدمه للدراسة السعر هو 5000 يعني 5000 جنيه لو انت كنت مهتم بالاعلان اميل لبعض المعلومات اميل موجود عندك يبقى ممكن اكتبه على حاجة عن اعلان عن حاجة انا ببح فكتبنا هنا موبايل فون موبايل فون عن تلفون ريفيو بقى مراجعة على يونتين بيلت بيلت يعني حزام بيلت يعني حزام كاجوال كاجوال يعني ملابس عادية مش ملابس بتاعت مناسبة معينة كاجوال كوتون يعني القطن ايرنج اللي هي الحلاء اوكيشن مناسبة سمارت يعني زكي او انيك ترينرز يعني حزاء رياضي تراي يعني يجرب ايه يجوالي حمدي اند هسستر يجوالي يعني عادة حمدي اند هسستر واخته لما لايك ويرنج بيحبوا يرتدوا ايه كاجوال كلوز يعني ملابس ايه كاجوال ساتش ايه زي ايه ساتش ايه يعني مثل تي شيرتس اند نقول ترينرز وحزاء رياض ترينرز يبقى ترينرز هتبقى نامبر 2 اه زي او ويرنج هم بيرتدوا كلوز او سبيشال سبيشال يبقى سبيشال اوكيشن سبيشال سبيشال اوكيشن يعني مناسبة خاصة يبقى اوكيشن هنا هتبقى نامبر 3 اتس زير اه اتس زير الجرام فازر اه سيفنسي بيرتدي يعني عيد ميلاد جدي السبعين حمدي از ويرنج حمدي از ويرنج ايه بلو جاكت بلو جاكت بلو جاكت منقول اه سمارت يبقى سمارت هتبقى نامبر 4 سمارت هتبقى نامبر 4 بلو جاكت لما از ويرنج لوس لوس يعني فستان فتفاض واسع ممكن قول كوتون دريس كوتون مصنوع منين من الكوتون كوتون هتبقى كوتون هتبقى نامبر 5 بريتي يعني جميل بريتي ايكوال بيوتفول بريتي يعني جميل بير اوف ايه بقى وبترتدي ايه بير اوف ايرنج ايرنج اللي هي الحلق حمدي اولسو هاز انيو بير اوف تراوزرز وبرضو معاه عنده بانطالون ايه بوت زم واشتراهم بقى اونلاين عبر الايه الانترنت سو هي ديد نوت زم اون فرست زي اار ابت بيج ابت بيج يعني الحد ما كبير يبقى سو ديدنت نوت تراي يبقى نمبر سيفن هتبقى تراي يعني هو ما جربهوش يبقى تراي هتبقى نمبر سيفن سو هي ازو وايرنج الزم و Brandon ايه بالاظر بير تثو طبعا 2020 السيفره طبعا عشان البنطالون ده واسع سنة فجاب له حزام حزام ايه ليزار بيج toujours جلد اليزار يعني جلد اجيب بالت بالت يعني حزام يبقى بيلت هتبقى نمبر ايت بالت نشوف بقى اكثرسا告 2 اه MOOYEE yORATH زاد سكريبشن هنقرأ الوصف دوت كان يؤاد ممكن تضيف an adjective ممكن تضيف صفة number one it's a beautiful new blue linen dress يعني بيقول لي ده فستان فستان طبعا جميل بكتب الرأي بتاعي beautiful new بكتب الحاجة اللي هي العمر الage بعد كده بكتب الcolor اللون blue بعد كده المادة الخام اللي هي لينين اللي هو الكتان number two he هو he wore a long هو كان بيرتدي ايه a long white cotton جلبية يعني كان لابس جلبية طويلة ولونها ابيض cotton طبعا مصنوع من ايه من القطن يبقى كتابت white طبعا قبل الحاجة اللي أنا بوصفها بتبقى قبلها طبعا المادة الخام الماتيريالز بيبقى قبلها المادة الخام وقبل المادة الخام بيجي قبلها white اللي هو الايه اللون number three we saw a big old statue in the museum عايز اقول انا شفت تمثال كبير وقديم ممكن احط صفة تانية stone stone يعني مصنوع من الحجر number four look at that pretty long بقول لي بص كده على ال pretty حاجة جميلة وطويل ده ايه ده بقى اهو قدامه ده بقى ملكو يكتب ازود صفة gold gold necklace gold necklace يعني عقد ذهبي number five زمان war الراجل بيارتدى ايه war ممكن هزود new green plastic sunglasses هلبس نظارة جديدة ولونها اخضر من البلاستيك بعد كده بقول لي make the sentence plural هنعمل الجمل ديت وخلاها فيين جمع plural number one طبعا how much is is هتبقى are z للمفرد البعيد هخلاها جمع اللي هي zoos nichles هتبقى nichles ازودت لها s عشان تبقى جمع number two زات زات طبعا هتبقى برضو زات للمفرد هذا للمفرد البعيد هيبقى الجمع بتاع zoos bird هتبقى birdes is هتبقى are number three should i buy the red chair chair course هتبقى chairs هزود لها s اضف لها s عشان تبقى جمع or the black one هتبقى once هزود لو one is number four i really like this this هتبقى these this هتبقى الجمع بتاعها these bears of trousers bear هتبقى bears هزود لها s number five this book طبعا this هتبقى this book هزود لها s هتبقى books is هتبقى or funny but that one one هتبقى once هزود لها s is very boring والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته